كل ما يصير مشكلة أو كل ما يتم محاولة اقتراح لقانون معين رأسا مباشرة تقفز قضية القروض من الخارج ليش؟ يعني الآن حسب وزارة المالية أن هناك استطاع العراق يصل إلى خزين نقدي بحدود 70 مليار دولار أو أكثر ومرجح أن يصل إلى 90 مليار دولار خلال سنة هالسنة هذه طب لماذا نلجأ إلى القروض الخارجية؟ هذا هو السوء في العقلية الإدارية للتصادير الدولة العراقية أول ما تلجأ إلى مسألة القروض لأن القروض في العراق بمعنى أنه تنقل هذه الأزمة إلى مرحلة الحكومة القادمة فبمعنى أن الحكومة الحالية عندما تقترض فوائدها ودفعاتها ستكون ثقل على الحكومة القادمة لأنه لا يوجد حس وإحساس وطني وفكر اقتصادي سليم أنه يفكر بهذا الموضوع ناهيك عن أنه كل التقارير الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي العيمة والبنك الدولي يشير إلى أنه القروض في إدارة الحكومات العراقية تعتبر من القروض السلبية بمعنى أنه العراق يقترض ليصرف هذه القروض على الموازنة التشغيلية في حين كل العالم بما فيها أمريكا وإنجلترا وإستراليا وكل دول العالم تقترض ضمن أداءها المالي ولكن هذه القروض تذهب إلى مشاريع استراتيجية يكون فيها ينعاش للنمو إجمال النتاج العام وأيضا تكون فيها فائدة لكن القروض بالإراقية أسهل عملية ممكن تقوم بها الحكومات في عملية شرعنة السرقة اشتركوا في القناة